تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 293 قاضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 45 طن مواد غذائية وغير غذائية ونجحت الداخلية في ضبط ما يقترب من 5 أطنان دقيق مدعم في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط ما يقترب من 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 289 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 73 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر